النادي الاهلي وهو يضع المصلحة لأوليا للوطن أولا وحرصا منه على العلاقات التاريخية الوطيضة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة عقب مباراة الاهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال قام النادي الاهلي برفع الأمر كاملا إلى مؤسسات الدولة المعنية وأرسل خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق طبعا المباراة زي ما حضرتكم تابعتم معنا كانت يعني تفوق لنادي الاهلي منذ البداية للنهاية واستطاع فيها النادي الاهلي يمكن دي طبعا سورة الخبر من على موقع النادي الاهلي هنقول تاني لحضرتكم النادي الاهلي وهو يضع المصلحة لأوليا للوطن أولا وحرصا منه على العلاقات التاريخية الوطيضة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال قام النادي الاهلي برفع الأمر كاملا إلى مؤسسات الدولة المعنية وأرسل خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق ده الخبر اللي نزل منذ لحظات على طبعا موقع النادي الأهلي أو صفحة النادي الأهلي